مغامرة في الحاجز المرجاني العظيم الكون دواسع ومليان بالمفاجآت والغرائب وأبطال قصتنا النهاردة بيحبوا المغامرات والاستكشاف قصتنا النهاردة عن مغامرة في الحاجز المرجاني العظيم الهطلة الصيفية بدأت وأصحابنا المغامرين بيسترخوا على شاطئ البحر جالهم طائر برسالة غير متوقعة جوه أزازة صاحبنا ميمي فتح الرسالة وكان مكتوب فيها إنك مدعو أنت وأصدقائك لزيارتنا في الحاجز المرجاني العظيم خلال العطلة الصيفية لكي تستمتعوا معنا ونقضي أجمل الأوقات ننتظركم عند دار المحارة العملاقة وكان فيها إمضاء مكتوب فيها صديقك المخلص عباس الثاني وده يعني كبير السلاح في البحرية وواحد من صحابنا سأل وقال هو إيه الحاجز المرجاني ده؟ تعبارة عن حاجز متكون من المرجان طول أكتر من ألفين كيلومتر يعتبر موطن لأكثر من فصيل من الفصائل البحرية موجود في شرق قرية أسيا طلقوا صحابنا بالمركب في طريقهم للحاجز العظيم وفي نص الطريق قرر صحابنا إنهم يكملوا الرحلة إنهم يختصوا تحت المية عشان يستمتعوا بالمناظر عن قرب وبالفعل أصحابنا غطسوا تحت المية وكان المنظر رائع وواحد فيهم سأل ميمي وقال إله إيه السخور والنباتات الجميلة اللي في كل مكان دي؟ دي مش نباتات أو سخور دي مستعمرات للحيوانات دقيقة جداً اسمها المرجان ومنها صلب زي السخور ومنها رخوي زي النباتات وبالليل بتخرج كائنات المرجان عشان تصطاد عوالق صغيرة في المية وكمان المرجان باني علاقة تعاون مع الطحالب يعني الطحالب بتزود المرجان بالسكر اللي بتصنعه من أشاة الشمس والمرجان بيوفر أكسيد الكربون الملجأ للطحالب يعني المدينة دي كلها من صنع المرجان إيه الرمعة والجمال ده كله؟ كل السخور دي مصدع من كربون الكالسيوم اللي بتفرزها كائنات المرجان الدقيقة وهنا الأصدقاء وقفوا ياخدوا استراحة وفي الوقت ده ميمي كان بيرائب سمك البهلول وهو بيلعب عند شقائق النعمان اللي عارف إنها بتلسع أي فريسة وتشلها وبعد كده تكلها إلا سمك البهلول لإنه جسمه متغطي بطبقة من المخاطر بتحميه من اللسعات المميتة وكمان شافوا نوع من بقر البحر وفتكر ميمي إنه معي رسالة من ابن عمه اللي ساكن بعيدة عنه بإن الفصيلة دي من أسلافهم في قديم الزمان لكن أبقر البحر تأقلمت في العيشة تحت المي وشافوا أنواع كتيرة من الأسماك غريبة الشكل والأحجام وكانوا مبهورين بكل اللي شايفينه والأصدقاء تابعوا رحلتهم ووصلوا عند بيت المحارة العملاقة وملاقوش حد من السلاحف هناك بس السمعوا صوت غريب بيقولهم إزايكم يا صحابي؟ إزاي أقدر أسعدكم؟ صحابي السلحفة دعاني أنا وأصحابي الحفلة حيعملوها في المكان ده آه فعلا دول لسا ماشيين حالا عشان يحطوا البيت بتاعهم على الشاطئ القريب تقدروا تلحقوهم لو مشيتوا حالا وبالفعل أصدقائنا انطلقوا بسرعة على الشاطئ بعد ما شكروه وصحابنا لقوا السلاحف فعلا على الشاطئ وكانوا بيحفوروا أعشاش عشان يحطوا فيها البيت وساعدوهم صحابنا ورجعوا كلهم للبحر واحتفل صحابنا مع السلاحف بالمناسبة دي وشارك في الاحتفال أنواع كثيرة من الكائنات البحرية وبعدها ودعوا أصدقائنا السلاحف لما انطلقوا لرحلتهم الطويلة اللي بتكون أكتر من 3000 كيلو متر وصحابنا كمان رجعوا بيوتهم وهم فرحانين جدا أنهم قطوا مغمرة جميلة في الحاجز المرجاني العظيم وبس كده يا صحابي تكون انتهت قصتنا للنهاردة وأتمنى القصة تكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو أنتم بتتابعونا على اليوتيوب وتعملوا لايك وكمنت وشير لو أنتم بتتابعونا على الفيسبوك وأتمنى كمان أنكم تكونوا استفدتم من القصة دي دايما نساعدوا غيركم واستبدعوا بوقتكم باي اشتركوا في القناة